بعد ستة أشهر من الحرب تجد إسرائيل نفسها غارقة في قطع غزة منقسمة داخليا معزولة دوليا وعلى خلاف متزايد مع أقرب حلفائها وليزال خطر نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقا مثلا بقوة ستة أشهر من حرب الإبادة نجم عنها أزمة إنسانية أدت إلى نزوح أكثر من ثمانين بالمئة من السكان وخلفت أكثر من مليون شخص على شفى مجاعة ومع ذلك لم تقدم إسرائيل رؤية مقبولة لما بعد الحرب حتى الآن بينما لا تزال محادثات وقف إطلاق النار تقف في طريق مزدود وبعد الأشهر الستة الأولى من الحرب يظل الجمود في ساحة المعركة حيث أصبحت القوات البرية الإسرائيلية تنفذ عمليات تكتيكية صغيرة وتسود حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان الجيش سوف يشتاح مدينة رفح جنوبية قطاع غزة ورغم أن إسرائيل حظيت بدعم دولي في عقاب هجوم السابع من أكتوبر فإن معطيات شتى تؤكد أن صبر البجتمع الدولي بدأ ينفذ وأن الغضب يتصاعد مع تدهور الأوضاع في غزة كما عادت إسرائيل إلى حالة انقسام فقد تزيدت الاحتجاجات الأسبوعية مجتذبة الألاف ضد رئيس الوزراء بنيابين نتنياهو وتشمل قضايا قديمة تمتد من تحالفاته السياسية مع الأحزاب المتطرفة إلى محاكمته في تهم فساد بالإضافة لاكتساب المحتجين قوة جديدة بسبب فشل نتنياهو في تحرير المحتجزين في غزة وقد ترجعت شعبية نتنياهو منذ اندلاع الحرب حيث حمله الكثيرون مسؤولية الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية التي سمحت بوقوع هجوم السابع من أكتوبر ومع ذلك فقد رفض دعوات تطالبه بالاستقالة أو إجراء تحقيقات في الأخطاء التي وقعت وتسبب الهجوم الإسرائيلي في ضمار شامل في غزة ورغم ذلك لا تزال حماس موجود بقوة وقد أعاد عناصرها تجميع صفوفهم في المناطق التي أعلنت فيها إسرائيل تحقيق انتصار في السابق وحتى الآن لا توجد سياسة واضحة بشأن ما بعد الحرب فقد قدم نتنياهو رؤية غامضة تدعو إلى سيطرة إسرائيلية مفتوحة على قطاع غزة مع قيام شركاء فلسطينيين محليين في غزة بإدارة الشؤون اليومية حيث تأمل إسرائيل أن يقوم المجتمع الدولي بتمويل إعادة إعمار القطاع لكن هذه الخطط تتعارض مع رؤى تروج لها الولايات المتحدة وشركاء دوليون آخرون والفلسطينيون أنفسهم اشتركوا في القناة